بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين مرحبا بكم في مطبخكم مطبخ الأمل اليوم نقدم بضيتنا فطائر ملحة كتجي أكثر من رائعة حشوة اقتصادية نتيجة رائعة كذلك بوحة العجين لجد جد رائع نتمنى أنكم تجربوه من الإعجاب ديلكم إذا كانت هذه أول زيارة لكم للقناة فضلا وليس أمرا اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بأي جديد وذا بنخليكم مع المقادير والطريقة إذن على بركة الله بالنسبة للحشوة عندي هنا جوج بصلات متوسطين بحجم متوسط نقطعوهم مربعة صغيرة بحالات شكل كذلك عندي كمية من صدر الديكرومي أو صدر الدجاج إما طحنوه أو اللي يمكن لكم تقطعوه طرفي صغارين كيفما يمكن لكم تستغنعوا على الكفتة وتعوطوه بالتون أو بأي حاجة كتحبوه إذن في مقلاس غدي ندير البصل اللي هو اللوول مع شوية زيت الزيتون أو زيت المائدة اللي حبيته نديرهم فوق البطا حتى تبدأ يدخلها الطياب نغطيها من الأحسن تغطي البصلة باش يدخلها الطياب طبيعة الحال غدي ندروها على عفية مهيلة عندما نضيف لها التوابيل حتى تدخلها الطياب ونطلقها إن شاء الله إذن بالنسبة للعجين نأخذ كأس جلبا كأس جلبا أو جل حليب إذا كان بحرارة المطبخ كان أفضل لا يمكن أن نضيف لي كأس جلمة سخون بحكم أنه لدي الحليب بارد سنضيف الحليب سخون سوف تستغناء الحليب و تعودوه بالماء و تضيف معلقة الحليب غبرة أو حليب مجفف اضفت معلقة السكر حبيباس و كذلك معلقة كبيرة الخميرة الخبز و تسبق الكيمية الخميرة على حساب الجو سنخلطهم جيدا لتضب لدي الخميرة و نضيفهم جانبا لتفعل الخميرة مع السكر و سوف تروج لدي السكر السكر سوف يجب علي المطبخ بعض الكفتة و كيفوك سوف يضيف لدي الخميرة كيفوك سوف يجعلون كيفوك سوف يجعلون كيفوك كيفوك سوف يطلب كيفوك نضيف كمية من الملح نضيف حويجة الملح نضيف سكنجبير نضيف حشوة نضيف فلفل أسود خرق نضيف حشوة نضيف حشوة نضيف ملح نضيف سوس سجا نضيف ملح نضيف حشوة نضيف حشوة نضيف نضيف حشوة كانت ضيفا نخلط مع بعضياتهم ونغطي عليها ونجعلها تكمل طياب لا نجعلها طيب كثير من الطحلية للبصلة فقط يدخلهم طيب لأنهم يتبعهم طيب في الفران في هذه الأثناء اللي قطب لي الحشوة نعود نرجع العجين في المشتوية ارتحت شوية تفعلت الخميرة نضيف الملح ونرسم العلقة وننضيف العجينة كذلك بالقوكبار الربيع مقطع أو المعدونس يمكنكم استغناء الربيع ونضيف الحبوب الخشخاش حتى نضيف اختيار نضيف الدقيق قليلا لعجينة نضيف الدقيق قليلا لعجينة نضيف الدقيق قليلا لعجينة نضيف الدقيق تقريبا من 3-4 مصدر زيت المائدة نضيف الدقيق قليلا لعجينة نغطي العجينة نغطي العجينة نغطي العجينة نضيف لها المسا أخير لا يوجد حارة ولكن تبقى على حسابية الضوء نضيف لها المسا أخير يمكنكم استغناء الحشوة نضيف الجانب نضيف الجانب نضيف الجانب رائع نضيف اللهم نضيف 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 سوف نقسم العجينة على جوج لتحكم فيها أكثر يمكنكم تلقوها كلها دقة وحدة يبقى لكم الاختيار سوف نقوم بكل كرة بحديثها ونجعلهم جانبا يرتاحوا قليلا لتساعدوني في الخدمة حيث لا تتخدموا بالعجينة كلها دقة وحدة لا تحتاجوا انكم تريحوها قليلا إذا كنتو بقين معايا وكتشاهدوا معايا الفيديو نتمنى انكم تهبطوا ندلوا واحد جيم وحدة تعليق زوين ومشكورين عنهم طبيعة الحال إذا العجينة ديالتنا كنتلقوها طبيعة الحال ضروري يخصن نرشوا شوية للدقيق كما كتشوفوا العجينة كتتحكموا فيها كيفما بغيتورها كدي رائعة الحجم كيبقى اختيار من طبيعة الحال نقطع دوائر من عجين ممكن لكم نديروا اي شكل حبيثوا اي حجم طبيعة الحال كيبقى الاختيار لكم موسيقى 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 الزيتون الخضر يمكنك تقطعه صغير كما يمكنك تخليه ولكن عندما تقطعه يأتي القوام الحشوة أفضل وفي المكلة يأتي طعمها رائع نضع الكيمياء في كل دائرة لا تكترون الكيمياء لن تخرج الحشوة نضع الدوائر كمنا نعمر يمكنك تضيف كيمياء من الربيع في الأخير نضع الكيمياء من الربيع نضع الكيمياء من الربيع نضع الكيمياء من الربيع نضع الكيمياء من الربيع فقط كيمياء من الربيع نضع الدوائر نضع الكيمياء من الربيع نضع الكيمياء من الربيع كلماء كيمياء من الربيع نضع الكيمياء من الربيع اشتركت معكم عدة فطائر ملحة نتمنى انكم ترجعوا للقناة رأيها عدة فطائر كلهم رائعين اقتصاديين وكذلك مضمونين سوف نجمعها كيكف سهلين والنتيجة اكثر من رائعة سوف نجمعها كبارين ولكن هاكا الصغورين يجو زوينين في المنظر وكذلك يجو ميني ميني فرديين فيما انتم من زاوية اخرى ساهلين تحكموا بسهولة في العجين اذا سوف نستمر تحت نكمل العجينة كلها اللي عندي اذا من بعد ما كملت الفطائر لستفتون في اللاطا يمكن لكم تفرشوا لها بابيو سوغفليزي او فقط دهنوها بشو دي الزيت دهنتها بشو دي صفارة البيض مع شو دي القطرات الخل وقطرات دي الزيت الزيتون او زيت المائدة سوف يمكن دهنو الوجه يمكن لكم ترشوها بزنجلان او البوافو كيف يمكن لكم فقط اضيفوا شوية الفرماج الحمر من الفوق كي يبقى لكم طبيعة الحال تزين على حسابية الرغبة بالنسبة لنا فقط نضيف شوية زينجلان في الجناب وطبيعة الحال فران خاص يكون سخون من قبل على عافية متوسطة قطبوهم التحت من بعد قطبوهم او للي عندو الفران دي الزيت كي يشعل فوق التحت بعد مرواحة وهذا الشكل النهائي دي الفطائر او الشوصون دينا كيفما تشوفوا راكي جوا رائعين البادين يجينا كجلديدة ردوا البال مع الملحة عفوا بحكم انه كينا سوسو جاء والفرماج باش ميجيكمش ملحين كتر من القياس تمنى انكم جربوهم وينانو الاعجاب جلكم لانهم فعلا فعلا كيستحقوا الجريبة ودمتم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائع اشتركوا في القناة